بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابي وطالباتي عبر قنوات عين Hello my students, how are you today? All good? الحمد لله نبدأ الدرس لهذا اليوم المرحلة هي المرحلة الابتدائية لصفوف التربية الفكرية الصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثاني المادة لغة انجليزية وموضوع الدرس My family, grandpa and grandma معكم إلهام الهوش Online class rules قوانين التعلم الإلكتروني Our class rules is قوانين الصفهية Looking eyes ننظر جيدا إلى الدرس Listening ears آذاننا تصغي وتستمع أحسنتم إلى ما يقال Quiet mouth نلتزم الهدوء حتى نستطيع التركيز والانتباه في هذا الدرس Helping hands نرفع أيدينا لطلب المساعدة ونقدم يد المساعدة لأصدقائنا عند الحاجة Listen for is my family ماذا تعني Family Family سبقوا أن تناولنا هذا الدرس العام الماضي وفي الفصل الدراسي الأول أيضا Father Mother Brother Sister من هم هؤلاء الأشخاص Family Great job إذن كلمة family تعني عائلة أحسنتم وحين أقول My family My family تصبح عائلتي Great job لذلك سيكون الهدف العام لهذا الدرس The main objective After lesson 4 My students will be able to name the family members مع انتهاء هذا الدرس بأكمله بإذن الله ستتمكنون يا طلابي وطالباتي من تزمية أفراد العائلة Learning objectives أهداف التدريس After this lesson or this class You will be able to ستتمكنون يا طلابي من Name the grandpa when you see him تسمية الجد عندها رؤيته Name the grandma when you see her تسمية الجدة عند رؤيتها Match the words Grandma and Grandpa with the correct pictures تسمية أو توصيل كلمات Grandma and Grandpa وتعني الجدة والجد مع الصور المناسبة لهم Let's take a look لننظر معا إلى هذه الصورة What do you see? ماذا نشاهد? Who are these people? من هم هؤلاء الأشخاص? They are a family Repeat after me Family 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 ماذا تعني كلمة family? Family عائلة أحسنتم Great job سبق وأن تعرفنا على بعض أفراد العائلة Who is this? نعم الأب ماذا يسمى الأب باللغة الإنجليزية? Father Great job This is the father And who is this? سبق وأن تناولنا هذه الكلمة أحسنتم الأم ماذا تسمى الأم باللغة الإنجليزية? Mother Excellent Mother كيف أتوكتاب كلمة mother? M O T H E R Mother Who is this? الأخ الولد ماذا يسمى? Brother Repeat after me Brother 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 Excellent كيف أتوكتب كلمة brother? B R O T H E R Brother Who is this? الأخت البنت ماذا تسمى? In English sister Excellent S-I-S-T-E-R sister sister هذه كلمات سبق وأن تناولناها في العام الماضي أيضا في الفصل الدراسي الأول وفي هذا الفصل نتعرف على أفراد جدد من العائلة مثل من؟ مثل من؟ فلننظر للصورة من هي هذه المرأة؟ In English, الجدة ماذا تسمى باللغة الإنجليزية؟ Grand Maa Grand Maa Grandma ماذا تعني كلمات Grandma؟ تعني الجد أم الجدة؟ الجدة Grand Maa Grandma إذن Grandma تعني الجدة أحسنتم فلننظر للصورة مرة أخرى Where is the Grandma? Where is the Grandma? Great job! This is the Grand Maa Grand Maa Great job! أحسنتم! Grand Maa تعني الجدة أحسنتم Now who is this? Who is this? This is a الجد ماذا يسمى باللغة الإنجليزية؟ Grand Paa Grand Paa Grand Paa Great job! Grandpa 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 ماذا تعني كلمة Grandpa؟ الجد ماذا تعني الجد أحسنتم؟ ننظر للصورة مرة أخرى Where is the Grandpa? This is the Grandpa Great job! كيف تكتب Grandpa؟ G R A N D P A Grandpa Grandpa مرة أخرى نسمى أفراد العائلة بالترتيب Grandpa Grandpa Repeat after me Grandpa Brother Father Sister Mother Grandma Great job! أحسنتم! الآن نفتح الكتب Open your book Practice number one التمرين الأول Listen and point ماذا تعني listen? نستمع ماذا تعني point؟ نؤشر أو نشير أحسنتم لنستمع للمقطع الصوتي معاً Grandba Grandma Father Mother أحسنتم! يا طلابي ننتقل للتمرين الثاني Practice number two Read and write ماذا تعني كلمة read؟ ريد نقرأ ماذا تعني كلمة write نكتب أحسنتم let's read and write who is this grand ma and grand pa هل نشاهد الفرق بين الكلمتين grand ma grand pa هنا الفرق بين كلمة grandma and grandpa الجدة والجد now let's write لنكتب معا كلمة grandma g-r-a-n-d-m-a grand ma الآن نكتب كلمة grand pa letter g r-a-n-d-p-a grand pa بقية هذا النشاط سيكون homework ماذا تعني homework؟ تعني واجب منزلي نكتب الكلمات كواجب منزلي practice number three the next page الصفحة التالية practice number three match the words to the pictures نصل الكلمات بالصور نشاهد الكلمة الأولى grand ma where is the grandma grandma هل تعني الجدة أم الجد grand ma grand ma هل تعني الجدة أم الجد الجدة أحسنتم this is the grandma grand pa grand pa grand pa pa هل تعني الجدة أم الجد grand pa الجد أحسنتم great job أحسنتم يا طلابي نصل بهذه الطريقة هل انتهينا من هذا النشاط excellent recommendations recommendations أو التوصيات do your homework write the words grandpa and grandma فقط نكتب على النقط practice كيف نتدرب على هذا الدرس نتقل الكلمات بشكل صحيح grand ma grand pa التفريق بين الكلمتين grand ma للجد grand pa للجد أحسنتم be prepared for the next class وفنكمل هذا الدرس بإذن الله listen to an English language لا ننسى الاستماع إلى اللغة الإنجليزية إما من خلال المقاطع الصوتية الموجودة داخل الكتاب أو من خلال المقاطع التعليمية الأخرى باللغة الإنجليزية درس اليوم all about my family ما هي الكلمات التي تعرفنا عليها هذا اليوم grand ma and grand pa great job شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته